موسيقى موسيقى مساء الخير رسم عام 2020 رسم لوحته الإنسانية الخاصة بحق السوريين الذين نالوا نصيبا وافرا من المآسي والتهجير فكان عنوان البدايات لموجات التهجير بفعل نظام وحلفائه من أطراف إدلب وحمى وحلب مستجلين أعلى رقم للتهجير تزخر به الذاكرة الإنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 2020 طبع في كل أيامه صورة للمأساة وتفاعلاتها بمختلف مناطق الجسد السوري المشتت فغابت الخدمات ومقدموها والداعمون لهم وعن السوريون ما عانوه من نقص الاحتياجات الأساسية وشحها وندرة كثير منها أمام سيل ارتفاع الأسعار الذي جرف آخر ما تبقى للسوريين من مدخرات ورامق على استكمال حياتهم سوريا اليوم والوضع الإنساني السوري مرحبا بكم كحال الأعوام الماضية لا جديدة في عام 2020 الذي مر مع مآسيه ومشكلاته على السوريين مر بشكل ثقيل خصوصا على المهجرين الذين انتشروا في شتات الشمال بفعل ألة القتل والتهجير لنظام وحلفائه فيما لم يقف العالم متفرجا على كل ما جرى بل أوقف دعمه للقطاعات الحيوية من صحة وتعليم ومن ثم عجز عن الحفاظ على ممرات المساعدات الإنسانية التي اقتصرت على معبر باب الهوى وحده عام 2020 عام النكبات الإنسانية والمعاشية مع انهيار الأوضاع الاقتصادية في مناطق النظام نتابع مع الزميل أحمد عاصي محاولته للوصول إلى ملخص لما واجهه السوريون خلال العام المنتهي لا يحصي السوريون أيامهم بالسنوات وإنما بالمآسي التي كانت حاضرة على مدار السنوات العشر الماضيات وحافظت على بقائها في كل تفصيل من تفصيلات حياة السوريين في مختلف مناطقهم حتى تحولت المناطق الخارجة عن سيطرة النظام إلى بؤر يجتمع فيها البؤس وتتكدس فيها النكبات على كافة الأصعدة صحيا وتعليميا ومعيشيا ولم تنجو حتى مناطق الأسد من جحيمه نستعرض في المادة التالية ما أصاب السوريين عموما وفي الشمال السوري على وجه الخصوص خلال العام الماضي البداية من حملات التهجير التي قام بها النظام وروسيا بداية العام استكمالا لحربهم في تدمير سوريا وقتل شعبها استمرت الحملة حتى نهاية العام مع هدنة هشة إن جلت عن خسائر فادحة قدرت بأكثر من مئتي قتيل ومئات الجرحة جلهم من النساء والأطفال وخلفت أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مهجر بحسب المنظمات المحلية إضافة إلى دمار هائل لحق بأكثر من أربعمائة قرية وبلدة في ريف حماس شمالي وإدلب الجنوبي بين دمار كامل وجزئي فضلا عن دمار معظم البنية التحتية في المنطقة الوجه الآخر من أوجه المأساة تجلى في أعداد مخيمات النازحين التي تجاوزت ألفا وثلاثمائة مخيم من بينها حوالي أربعمائة مخيم عشوائي تفتقر لكافة المقومات المعيشية زادت طين بلة انخفاض الدعم الدولي في الجانب الإنساني وتوقف وصول المساعدات الإنسانية من المعابر باستثناء معبر باب الهوى ما أدى إلى أزمة حقيقية بالنسبة لحوالي مليوني مهجر يقطنون المناطق المحررة من أصل أربعة ملايين شمالي سوريا دمار البنية التحتية بنسبة أربعين بالمئة في محافظة إدلب وحلب وحماه وتحديدا المشافي والنقاط الطبية والمدارس وأعقب ذلك توقف أو انخفاض الدعم الدولي للقطاعين الطبي والتعليمي ما جعلهما يشهدان تراجعا كبيرا وبالتأكيد فإن من يدفع الثمن هم أربعة ملايين من سكان المنطقة في إدلب على وجه الخصوص المنطقة الواقعة جنوب الخط الدولي M4 انسحبت من المنظمات الإنسانية بالكامل وأوقفت معظم نشاطاتها ما أدى إلى تضرر أكثر من سبعين قرية وبلدة يقطنها قرابة مئة ألف نسمة في ظل استمرار قصف النظام وروسيا ومحاولات تقدمهما المستمرة الكوارث الطبيعية أيضا ألقت بظلالها وكان للسوريين نصيبا أكبر منها حيث التهمت الحرائق آلاف الهكتارات واستمرت لأشهر في محافظات اللاذقية وطرتوس وحمص وحمى وإدلب وصولا إلى الأراضي التركية والحصيلة احتراق أكثر من أحد عشر ألف هكتار ستون بالمئة منها أراضي حراجية والباقي أراضي زراعية عاصفة مطارية أيضا ضربت في الأيام الأخيرة الشمال السوري والضحية مجددا حوالي واحد وتسعون مخيما يقطنها أكثر من خمسة عشر ألف عائلة تنوعت الأضرار بين غرق كامل للمخيمات وغرق جزئي ومن مناطق المعارضة إلى مناطق النظام حيث يزداد الحال سوءا ويتقلب السكان على جحيم أزمات معيشية لا تنتهي في مقدمتها أزمة الخبز والوقود والغاز وأزمة السكن والمياه والتي باتت في اتساع مستمر عقب الانهيار الأخير الذي شهده سعر صرف الليرة السورية مقابل العمولات الأجنبية ونناقش الوضع الإنساني في سوريا لعام 2020 مع ضيوفنا عمار السلمو عضو مجلس إدارة الدفاع المدني وهو معنا من عزاز وأيضا عبدالوهاب عاصي باحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب وأيضا فؤاد سيد عيسى عضو مجلس أمناء منظمة بنفسج وهو معنا من أنطاكيا أهلا ومرحبا بكم جميعا أبدأ معك سيد عبدالوهاب برأيك كيف انعكس المشهد السياسي والعسكري على الوضع الإنساني في سوريا هذا العام أهلا بكم لنبدأ من الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري بدعم روسيا وإيران في مطلع العام منذ منتصف كانون الثاني حتى الخامس أو بداية آذار أدت هذه الحملة إلى نزوح أكثر من مليون شخص إلى الشريط الحدودي طبعا وفق الأمم المتحدة هذه الأعداد تضاعفت بشكل أكبر عما سبق خصوصا أن كان هناك عدد أكبر من النازحين ليصل عدد المتواجدين بالقرب من الشريط الحدودي 2.6 مليون يعني مليونين ونصف إنسان متواجدين في منطقة في حيث جغرافي ضيق جدا طبعا نذكر بعد قليل الوضع المعيشي السيء والوضع أصلا الإنساني الذي يعيشون فيه في ظل إنعدام الاستجابة الدولية وإنعدام الاستجابة المحلية أصلا في هذه المناطق الحملة العسكرية هذه طبعا عدد قليل جدا من هؤلاء السكان إلى مناطقهم تحت تهديد القصف وفي ظل إنعدام القدرة على الحياة وإنعدام القدرة المعيشية في نفس العام كان هناك قرار من مجلس الأمن رقم 22.04 بموجب هذا القرار تم تخفيض عدد المعابر من 4 إلى 2 أي معبر باب الهوى ومعبر باب السلامة طبعا وفق تقارير الأمم المتحدة أدى هذا القرار إلى انخفاض نسبة الدعم إلى شرق سوريا نسبة 40% وبالتالي أيضا انخفاض نسبة الدعم إلى الشمال السوري أو المخصصات التي كانت محددة إلى مناطق الثوار ومناطق المعارضة السورية أيضا في تموز عادت روسيا والصين لتصوت بحق الفيتو مرتين متتاليتين لعدم تمديد هذا القرار قرار مجلس الأمن لتصوت بتمديد قرار جديد أو ليصل مجلس الأمن إلى قرار جديد مستجيبا إلى مطالب روسيا وهو تخفيض عدد المعابر من 2 إلى 1 وهو معبر باب الهوى علما أنه طول المدة العام لم يدخل إلى إدلب إلا تقريبا حوالي 12 ألف شاحن وهو رقم قليل جدا مقارنة مع عدد السكان المتواجدين في هذه المنطقة إذن المشهد السياسي والمشهد العسكري عموما تسبب بأزمة كبيرة إلى جانب الأزمات الإنسانية التي كانت متراكمة على السكان أو على السوريين المتواجدين في هذه المنطقة بطبيعة الحال هناك من خلال العمليات العسكرية التي حصلت كان هناك تدمير كبير للبنية التحتية فلم يعد الأهالي قادرون على العودة للعيش في منازلهم أدت طبعا الحملة العسكرية أيضا إلى ليس فقط مجرد تدمير البنية التحتية بل إلى إنهاء قدرة السكان على العيش بأمان وهناك نقطة أيضا مهمة صحيحة أنه في الخامس من آذار توصلت روسيا وتركيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لكن رغم ذلك طالما أنه لا يوجد اتفاق مستدام على وقف إطلاق النار في هذه المنطقة فلا يمكن القول بأن لدى الأهالي ولا عودة للمهجرين وبطاعهم في المخيمات بالضبط نعم نعم سأنتقل إلى سيد عمار سلم ومرحبا بك معنا مجددا يعني أنتم في الدفاع المدني كيف تابعتم الواقع الإنساني هذا العام وما هو تقديركم لحجم المأساة الإنسانية الموجودة في سوريا تحية طيبة لك والأستاذة الضيوف والمشاهدين طبعا مرة عام 2020 مثل العوام السورية السابقة بمزيد من المآسي والقصف وحملات التهجير على المدنيين 2020 كان هناك أكبر حملات التهجير والقصف على مدن كانت شبه يعني تعد ملجأ للنازحين من بقايا مناطق سورية مثل معارضة النعمان وخان شيخون وريف حلب وريف إدلب الشرقي وريف حماة طبعا التهجير حصل من ريف حماة وريف إدلب وريف حلب أيضا إذا نريد أن نستذكر تلك الصور التي كان يبثها النشطون وكانت دفاع مدني يستجيب لها آلاف العائلات أكثر من مليون شخص كانوا يعني يهربون عبر الطرقات يعمون سيارات في العراء في البرد القارس مات أطفال هناك في البرد القارس يهربون إلى مخيمات أو إلى مناطق يعني مقتزة بالسكان مع عجز على مساعدتهم يعني مثلا هناك كان سبعين مركز الدفاع المدني فقدوا أماكنهم هؤلاء المركز توقفوا على الخدمة لفترة يعني محددة لأن الطوعين أصبحوا نازحين مشافي دمرت مشافي فقدت معداتها في المناطق التي تتقدم عليها النظام قطاع صحي شلّة بالكامل القطاع الخدمي أيضا تعرف أن هناك مجالس محلي كلها شلّت فيعني كان الوضع مأساوي جدا حتى يعني مع وقف إطلاق النار والاتفاقية التي وقعها الروس والأدراك في آذار بعد الاتفاقية لم يتوقف القصف استمر القصف يعني وسأوردت التفاصيل إحصائيات الدفاع المدني في 2020 بعد قصف أيضا فيروس كورونا الذي يعني زادت طينبلا ويعني صعب حياة المدنيين طبعا الدفاع المدن استمر بكتقدم خدمات الخدار الفترة وسأتي إلى تفاصيل القصف عام 2020 بالأرقام نعم سأنتقل إلى السيد فؤاد عيسى السيد عيسى مرحبا بك معنا مجددا إلى أي مدى برأيك غطت الخدمات المقدمة حاجة النازحين الموجودين في مخيمات التهجير نعم بالبداية مساء الخير لك والسادة ضيوفك الكرام والمشاهدين حقيقة 2020 هو عام المأساة السورية بامتياز تزداد المأساة السورية كل عام عن الآخر لكن هذه السنة كانت مميزة كما تحدث ضيوفك من ديسمبر الماضي قبل بداية السنة ومن الشهر الأول بدأت عمليات التهجير الكبيرة من معارة نعمان وسراقب وغيرها وصولا إلى تهجير أكثر من مليون مدني إلى الحدود السورية التركية وهذا الرقم يعتبر الأعلى الذي هجر دفعة واحدة مناطقه إلى الحدود السورية التركية وهذا زاد الأعباء الكرة على المنظمات الإنسانية ترافق مع هذه العمليات ضغوطات حقيقة دولية ممنهجة على العمل الإنساني في سوريا بدأت من إغلاق قرارات عبر الحدود والتضييق الروسي الصيني على الأعمال الإنسانية كذلك تخلي الكثير من الداعمين الدوليين عن مسؤولياتهم في سوريا بدءا من التسويات السياسية التي نقلت العديد من المانحين إلى مناطق أخرى وجعلتهم يتخلون عن مناطق الشمال السوري وصولا إلى وباء كورونا الذي أسر اقتصاديا على العديد من الدول ويجعل أولوياتها في تأمين المواد الإغاثية والأموال للشعب أو لشعوبها داخل مناطقها وبالتالي هناك تراجع دولي في التمويل لهذه المنطقة وأزدياد بالمأساة هذه المعادلة أوصلتنا إلى ذروة المأساة في نهاية هذا العام ومخاوف كبيرة من حصول انهيارات في القطاع الإنساني في السنة القادمة جراء ما حصل في هذه السنوات حقيقة أننا نحمل المجتمع الدولي مسؤوليات إضافية أو أعباء كبرى على هذه المنطقة تتخلى عنها شيئا فشيئا الدول والدعمين الدوليين وكذلك ضغوطات سياسية تمارس على المنظمات الإنسانية العاملة في هذه المناطق بحجاج مختلفة ما يخفف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة نحن كمنظمات إنسانية بين مطرقة والسندان دائما نحاول الاستجابة لأهلنا لكن هناك ضغوطات داخلية وخارجية على هذه المؤسسات تقلل من إنتاجيتها ومنقدرتها على الاستجابة وكذلك ازدياد كبير بالمطالب وبالاحتياجات للأهالي يعني يجعلنا نقف عاجزين ومكتوفي الأيدي أمام هذه الكارثة يعني خصوصا أننا نتحدث الآن عن وباء كورونا الذي أثر على المنظمات الإنسانية بشكل كبير وعلى قدرات التمويل لهذه المنظمات القطاع الصحي بدأ بالانهيار في المرحلة الأخيرة بدأ من قصف المشافي والمراكز الإنسانية الصحية وصولا إلى تأثره بوباء كورونا الكبير وهذا جعله يعني يقططع جزء كبير من الأموال التي يحتاجها يعني تحتاجها باقي القطاعات وبطبيعة الحال لم تزد التمويلات إنما نقصت يعني بشكل عام مع هذا الوباء وبالتالي تضاعفت الحاجة في قطاعات أخرى كقطاعات المأوى وقطاعات الغذاء وقطاعات التعليم وغيرها من قطاعات الرئيسية التي يحتاجها الأهالي في المناطق المحررة وخصوصا في الشمال السوري نحن نتحدث عن أكثر من 1300 مخيم يقعون بشكل متلاسق الآن على الحدود السورية أكثر من سلسهم تقريبا عشوائية ويعني لا يصلها مساعدات منتظمة أو حتى لا يصلها مساعدات أبدا في هذه المناطق وبالحديث أيضا عن المهجرين الذين ما زالت مأساتهم مستمرة يطوي عام 2020 آخر صفحته على مليون ومئتي ألف سوري أضافهم إلى سجلات المبعدين قصرا عن بيوتهم إضافة إلى الكثير من التغييرات على الصعود الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية التي نعكست جميعها على الواقع الإنساني والمعيشي شمال غربي سوريا في حين يكمل أهالي حياتهم رغم كل هذه الظروف الصعبة والقاسية أملا بعام قادم تتغير فيه الأحوال وتتحقق فيه النهاية لكل مآسيهم نتابع التقرير ونعود لمتابعة الحوار يطوي عام 2020 آخر صفحته على مليون ومئتي ألف سوريين أضافهم إلى سجلات المبعدين قصرا عن بيوتهم القاعدين في خيام القهر والتهجير كانوا يرقبون جميعا كما أم باسلة أن لا يمضي قبل خلاصهم إلا أنه مضى وكان العام الأسوأ في حياتها حسب قولها مستحضرة فيه رحيل أخيها وابنها الثاني وإصابة زوجها بقصف النظام على بلدتهم حاص جنوبية إدلب الله لا مفهوم والله يعني أعلم أولادهم في العالم أقدر بليك أسفل تقلو أسفل تقلو يا عين عمك يعني قلت لك هلأ أنا ما يفرق معي والله يأخذونا لوين ما أخذونا ما وقت فرق معي بس رايدي أرجع بس مشان أقبور هالأولاد ما بقى يفرق معي شيء في هالدنيا لا والله هو عام التهجير بلا منازع هكذا كانت بدايته والتي شملت تبدل السيطرة بشكل سريع جدا لا سيما على المحاور الجنوبية والغربية لحلب التي غادرها وحدها نصف مليون سوريين على أمل العودة أمل عكره عند البعض انسحاب الجيش التركي من نقاطه المحاصرة إذانا بمرحلة أخرى ربما بديلة عن سوشي التي فقد خلالها الشمال السوري لصالح النظام وروسيا 3050 كم مربعا من أصل مساحته الكلية والتي كانت تقدر بـ 14250 كم مربعا السبعة وستين أنا حضرته المكسي السبعين أنا حضرته الثلاثة وسبعين حرب الثلاثة وسبعين أنا حضرته أصعب شيء سنة 2020 مو علي أنا على هالأمم كلياتة مو أنا 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 لو أفضي هالبشر كلياتة أنا بفضيها في روحي كلياتة بس ترجع هالبشر إلى أماكنها وإلى بلادها وإلى مناطقها تعيش في فرخاء وأمان وبخير في عام 2020 تبدلت الخارطة السياسية وفيه فقد ستمائة مدنيا حياتهم بقصف نظام وروسيا وفيها أيضا صنفت سوريا من أشد الدول فقرا وأكثرها تفشيا للبطالة في العام ذاته خفضت المساعدات الأممية إلى الشمال مرتين وحديد دخولها عبر معبر حدودي وحيد في الثامن من شهره السابع سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في تحدي آخر لقطاع صحي مترهل أساسا وتعليمي يصارع من أجل البقاء ظروف مجتمعة لم تمنع السوريين من مواصلة طريقهم والتغلب عليها بإبداعهم والإصرار على مطالبهم ذاتها التي نادوا بها عام 2011 وظلت ذاتها عام 2020 وبالعودة إلى الحوار أنتقل إلى سيد عبدالوهاب عاصي برأيك كيف تقيم تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسانية الحاصلة في هذا العام؟ يعني بعيدا عن ظروف فيروس كورونا التي دفعت المجتمع الدولي إلى تخفيض المساعدات الخارجية والتركيز أكثر على الاحتياجات المحلية سواء لدى دول الاتحاد الأوروبي أو الوليات المتحدة الأمريكية أو أي مانح داخل الأمم المتحدة بعيدا عن كل هذه الظروف هناك مشكلة كبيرة في تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسانية في سوريا تبدأ هذه المشكلة بالاستجابة إلى المطالب الروسية ذكرنا منذ قليل أن دول مجلس الأمن دول المجتمع التي يفترض أنها حليفة للمعارضة السورية وحليفة للسوريين وتقف يفترض أنها تقف في وجه النظام السوري مع الأسف استجابت للمطالب الروسية وعملت على تمرير قرار أممي يسترضي روسيا وهو قرار 22-33 الذي صدر في تموز الماضي مع الأسف أيضا حينما لم تقبل روسيا مشاريع القرار التي قدمتها بلجيكا وألمانيا مشروعي قرارين لم تقف بقية الدول دول مجلس الأمن إلى جانب بلجيكا وألمانيا ولي تحاول اتخاذ آليات إنسانية أخرى بعيدا عن الأساليب الروسية التي دائما تحاول تقويض كل شيء لصالحها ولصالحها النظام السوري مثلما استخدمت كما ذكرنا في المداخلة السابقة حق النقد الفيتو مرتين مجتاليتين ليصبح العدد الكلي 15 مرة هذه مشكلة كبيرة تعكس آلية تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسانية هذه أزمة المساعدات بالنسبة للأزمة الأخرى أزمة النزوح والقصف المستمر الذي قامت به روسيا والنظام السوري وإيران لم يقم المجتمع الدولي باتخاذ قرار حازم على غرار أصلا المواقف السابقة التي يعهدها السوريين خلال السنوات السابقة لم يقم المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإيقاف هذه المجازر وإيقاف عمليات النزوح أيضا خلال المباحثات نعم وهذا القصف الذي تتحدث عنه سيد عبد الوهاب بحسب الإحصائيات التي تقول أن البنية التحتية تدمرت بنسبة 40% تحديدا في محافظات إدلب وحلب وحمى وخاصة المشافي والمدارس وطبعا المباني التعليمية سيد عمار السلم كيف هو واقع المنشآت التعليمية والصحية المتبقية وثقت فرق الدفاع المدني عام 2022 أكثر من 3500 هجمة بمتحدد أنواع الأسلحة تسببت تلك الهجمات بمقتل 600 مدني طبعا ألف هجمة من تلك الهجمات كانت بعد وقف اطلاق النار أي أن النظام وروسيا لم يلتزموا بوقف اطلاق النار واستمروا في ترويع المدنيين وقتلهم أيضا تسببت تلك الهجمات بأكثر من 1400 مصاب جريح تلك الهجمات تسببت بذلك أكثر حوالي ألف منهم بعد وقف اطلاق النار طبعا تلك الهجمات كانت 1300 هجمة كانت بغارات جوية وهناك كان 1770 قنابل عنقودية وغارات متعددة بالبراميل وقصف المدفعي أيضا تلك الهجمات كانت على 17 هجوم على مشفى و56 هجوم على سوق محلية و5 هجمات على أفران و43 هجوم على المدارس والمنشآت التعليمية وعشرات الأهداف المدنية المنشآت متبقية ماذا تغطي سيد عمار من احتياجات؟ طبعا كما ذكرت في أول حديث أن أغلب المنشآت الحيوية كانت تغطي في مناطق التي أخذها النظام تردها النظام والمناطق التي الآن تقع على مقرب من النظام والذي المدنيين لا يستطيعون العودة إلى هناك بخوف القصف عاد إلى هناك حوالي أكثر من 100 ألف إنسان بعد وقف اطلاق النار ولكن عادوا ونزحوا من بيوتهم بسبب القصف عادة من جديد بالغارات الجوية والقصف المدفعي على تلك المناطق نعم سعود إلى ضيفي من أنطاكيا يعني انخفاض المساعدات الإنسانية تسبب بأزمة لأكثر من مليون مهجر الآن هؤلاء كيف يتتبرون أمورهم نعم سيدي يعني ليس فقط خفاض المساعدات إنما زيادة الحاجة أيضا نحن نتحدث عن مليون نازح جديد لم يتم تخصيصات كافية لهم يعني هؤلاء النازحين لا بد أنهم بحاجة إلى مساعدات مختلفة عن المساعدات التي يحتاجها عدد السكان أكثر من أربع مليون الموجودين في المناطق المحررة سابقا وهنا نحن نتحدث طبعا عن طبيعة هذا التخفيض التخفيض يعني كان على مرحلتين الأول تخفيض المحتويات السلال الغذائية أو المساعدات المقدمة وهذا ما كان واضحا لدى صندوق الغذاء العالمي عندما خفض كمية السعرات الحرارية وكمية المواد الموجودة في سلاله الغذائية وهو المصدر الأساسي لتوزيع المساعدات الغذائية في شمال سوريا وهذا بالتالي أثر على الأهالي والنازحين من ناحية كمية الطعام الذي يصل إليهم وأيضا تخفيض أعداد المستفيدين وتخفيض أعداد المستهدفين في المشاريع الإنسانية سواء للمنظمات الأممية أو كذلك التمويلات الدولية بطبيعة الحال هذا التخفيض يعني بكل الحالتين أثر على المجتمع بشكل عام وأثر على الاستجابة الإنسانية زيادة الحالات في كورونا والتي زادت عن أكثر من 20 ألف إصابة يعني تقريبا حتى هذه اللحظة في المناطق المحررة ويعني الخوف لدى الأهالي من انتشارها خصوصا في المخيمات التي تتلاصق بشكل كبير وتتشارك بشكل يومي الخدمات مثل الحمامات والمياه وغيرها يعني جعل السجال الإنساني أكثر صعوبة نعم وسوف نتحدث في حلقة يوم الغد عن تأثيرات فيروس كورونا ولكن اسمحوا لي أن أنتقل من شمال غرب سوريا إلى شمال شرق سوريا حيث شهد عام 2020 احتجاجات شعبية متكررة في كافة مناطق السيطرة قوات سوريا الديمقراطية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية بالتزامن مع الغلاء الكبير في الأسعار والبطالة المنتشرة وتداعيات كورونا واقع معيشي قاس مر على المدنيين الشمال الشرقي سوريا خلال عام 2020 الذي سجلت فيه عشرات المظاهرات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وإعادة إعمار المنازل المدمرة والبنى التحتية وإيجاد حلول للغلاء في كل المواد الأساسية اللازمة مطالب ريف دير الزهر الشرقي كامل مطالبهم بسيطة أول ما طلعهم من شأن الفسود من شأن مياه الشرب من شأن مياه الزراعة من شأن المازوط لأنه كل الخدمات سيئة جدا والفساد الأساسي من كوادر قصد أشحية الديبان حطينهم خلايا لداعش أي واحد مثلا يطلع مظاهر يحطونه خلايا لداعش أو إحنا بشعيطات يحطونه خلايا للنظام غضب شعبي شهدته معظم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية نتيجة لما يصفه المدنيون بالتجاهل لمطالباتهم المتكررة بتقديم الحلول لا سيما أن فيروس كورونا وتبعات حظر التجوال الذي فرض تباعا خلال عام 2020 زاد من الضائقة المادية المرتبطة بقلة فرص العمل إذ ترى السلطات المحلية أن ما تمر به المنطقة هو نتيجة طبيعية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية وتداعية فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي نحن كالتجار وقت الروح نجيب المواد أو الأغراض اللي عايزاتنا للمحل يعني جاعد نلاقي غلاء شي مو طبيعي جاعد نتفاجأ بالأسعار فما اللومة اللي زبون اليوم وقت تيجي يشتري بريق شاي ولا كاسات شاي وقت تشوف الأسعار هاي نحن أصحاب محلات يعني جاعد نتفاجأ بالأسعار بل غلاء اليوميا يعني ما بي شي ثابت يوميا اليوم سار بكرة سار غير غياب الرقابة التموينية والضرائب المرتفعة على البضائع الداخلة من المعابر الحدودية وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع الخدمية والزراعية التي يأتي على رأسها تشغيل مضخات الري والتأخر في توزيع مخصصات المدنيين من مادة المازوت الخاص بالتدفئة عوامل ساهمت بتفاقم الوضع الحالي بحسب السكان بالإضافة لما توصف بالتجاوزات الممارسة بحق الأحزاب السياسية والمدنيين في المنطقة العالم مهتم كثير بالحوارات التجارية بين المجلس الوطني الكردي والأحزاب الوحدة الوطنية وبيادي مع الأسف في الفترة الأخيرة الأيام الماضية صار في عنا إشكالات كبيرة حرق بعض مكاتب المجلس الوطني صار في استدعاءات لأهالي الفيشمرقة وتهديدات لألون هالشيهات كمان سببت قلق كبير بالنسبة للناس وقللت هالتفائل اللي كان صاير نتيجة هالحوارات أمال يعقدها المدنيون في كل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مدى الاستجابة لمطالبهم وتحسين وضعهم المعيشي المتردي ليكون الحراك الشعبي السلمي سلاحاً يستمرون في التمسك به ونقله للعام الجديد وأعود الحوار مع السيد عبداللهاب عاصي برأيك كيف تقيم الوضع الإنساني والمعيشي في مناطق الإدارة ذاتية يعني يمكن الاعتقاد بأن الوضع المعيشي عموماً في كل سوريا هو وضع متردي جداً لكن في مناطق الإدارة الذاتية مناطق قوات سوريا الديمقراطية أفضل الحل فيه أفضل من مناطق المعارضة السورية وحتى مناطق النظام السوري ربما الأمر على مستوى الخدمات على مستوى توفر المحروقات وما إلى ذلك لكن في القرى قرى محافظة دير الزور ليس الأمر كذلك لا توجد الخدمات على نفس السوية التي يتم تقديمها إلى مناطق محافظة الحسكة أو مناطق أخرى وهذا أصل الاحتجاجات التي حصلت منذ حزيران أو تموز الماضي التي تواصلت حتى تشرين الماضي احتجاجات مستمرة في قرى الشعيطات أو في معظم قرى الريف دير الزور الشرقي هناك انخفاض في نسبة الخدمات فساد كبير تعامل سيء مع السكان وصولاً إلى إعلان حملات مثل حملة ردع الإرهاب المرحلة الأولى والمرحلة الثالية بدعوة مكافحة الإرهاب أو ملاحقة خلايا تنظيم داعش لكن تبين لاحقاً أنها محاولة لتكميم أفواه السكان ومنعهم من الاحتجاجات لكن هذا الأمر لم يحصل هذا بالنسبة للواقع المعيشي للسكان لكن هل هناك الرضا من قبل البقية الأهالي المتواجدين هل على مستوى الاستقرار من بقية الأهالي المتواجدين في مناطق القوات السورية الديمقراطية لا أعتقد أن هناك الرضا دائم لأن تنظيم داعش على طوال الفترة السنة الماضية قام برفع مستوى الاستهدافات للمواقع المدنية هذا طبعاً يسبب حالة من عدم الاستقرار بالنسبة للأهالي وماذا مخيم الهول تحديداً هذا المخيم الذي يعاني قاطنين الويلات طبعاً مخيم الهول منذ تقريباً حوالي شهرين أو ثلاث أشهر بدأت قوى سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية بإخلاء المخيم من المواطنين السوريين أو النازحين السوريين داخل هذا المخيم حصل إخلاء لعدد كبير جداً هؤلاء النازحين كان هناك انتهاكات كبيرة بحق أيضاً السكان طبعاً بدأت دائماً بدعوة الانتساب إلى عوائل تنظيم داعش أو انتساب إلى تنظيم داعش هل طبعاً لا يوجد للحظة يقين هل سيتم إنهاء ملف هذا المخيم أم لا دائماً يستخدم قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية أو البيدي هذا الملف على نحو سياسي واستبعاد الحالة الإنسانية فيه على وجه التحديد نعم سنعود لمتابعة الحوار أيضاً ولكن نشاهد هذه المادة حيث أصدرت شبكة سورية لحقوق الإنسان تقريرها الخاص حول حصيلة القتلى في سوريا لعام 2020 حيث وثقت الشبكة مقتل 1734 مدنياً على يد أطراف النزاع في سوريا حيث جاءت الحصيلة الكبرى للضحايا على يد قوات النظام والميليشيات الإيرانية المساندة له بقتل 432 مدنياً وتلتها القوات الروسية التي قتلت 211 مدنياً ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا كما تبعنا النسبة الاكبر للقتلة كانت على يد النظام وروسيا وبالعودة الى السيد عمار السلمو تحدث لنا عن حجم الاضرار في المنطقة الواقعة جنوب طريق الامفور التي انسحبت منها المنظمات الانسانية بالكامل طبعا الدفاع المدني وبعد الهدنة مباشرة عادت فرقه بشكل جزء هناك لتخديم المدنيين العائدين والان فرق الدفاع المدني بالكامل عادت تموضعها في تلك المنطقة تلك المنطقة تعاني من نقص الخدمات هناك الاف مدنيين عادوا الى بيوتهم الى مزارعهم ولكن تردي الخدمات يحاول الدفاع المدني جاهدا توسيع خدماته في المنطقة من اجل خدمة المدنيين ولكن كما تعلم ان اغلب المنظمات لا تعمل هناك حتى نجالسنا حقا توقفت هناك نعم نعم تفضل نعم الاضرار في المنشآت الحيوية كبيرة جدا النظام وكعادته في اي قصف على اي مدينة يقصف المنشآت المدنية يقصف المراكز الطبية يقصف كل الافران الاسواق كل ما يمت الى الحياة في محاولة منه لطرد المدنيين وابعادهم عن بيوتهم وحرمهم من ابسط الخدمات نعم سيد فؤاد سيد عيسى هذا العام وكل عام اكثر من مئة مخيم للمهجرين والنازحين تضرروا بفعل العواصف المطرية كل عام يحدث نفس هذا الامر ونسأل نفس الاسئلة وانتم تناشدون المجتمع الدولي قبل وقوع الكارثة والكارثات تحدث دائما ما هي الحلول برأيك نعم على الاسف ان هذه الدائرة الغير منتهية يعني تدور كل عام ونعود الى نفس النتائج ان المجتمع الدولي لا يبحث حقيقة عن حلول طويلة الامد للقضية السورية الانسانية وبالتالي لا يوجد مساكن دائمة للأهالي الموجودين هناك حجة متعددة بحجة عدم التوطين وحجة يعني عدم تأمين التنويلات الكافية وبالتالي الأهالي ما زالوا في الخيام وما زالوا كل سنة عن سنة بحاجة أكثر من السنة التي سبقتها إلى مساعدات إنسانية وإلى تبديل الخيام وإلى الغرق بأمطار المياه وبالثلوج وبحرارة الصيف هذه السنة يعني بدأ الشتاء ببساطة يعني بإغراق المخيمات كما كل سنة ويعني أكثر من 120 مخيم تضرروا خلال الفترة الماضية من هذه المخيمات يعود هذا الموضوع في كل شتاء ولا حلول حتى الآن نحاول كمنظمات سورية تقديم ما نستطيع لأهالينا يعني وفق إمكانياتنا ووفق مسؤوليتنا المجتمعية كوننا جزء من هذه البلد ومن هذه الناس الموجودة في هذه المناطق نحاول تقديم الخدمات عبر جمع التبرعات وعبر المنظمات الإنسانية الدولية لتمول بعض المشاريع الخاصة بهذا العمل لكن كل التمويلات حقيقة لا تكفي والحل هو بكل وضوح هو بإيجاد مساكن دائمة للأهالي وبناء البيوت المستدامة في المناطق حيث يمكن أن يعيش فيها الأهالي ويؤسسون حياتهم من جديد هذا طبعا الحل هو الحل الأسوأ بطبيعة الحال في حال لم يتم إعادة الأهالي إلى بيوتهم وهذا ما يحتاجه الأهالي بطبيعة الحال هو العودة إلى بيوتهم وهم لم يكونوا بحاجة إلى أي مساعدات إنسانية إضافية في حال عاد كل نازح إلى بيته والسوريين يتدبرون أنفسهم وقادرين على العيش الكريم في بيوتهم وبدء أعمالهم الجديدة وبدء بناء حياتهم عند عودتهم من مدنهم وقراهم التي هجروا منها بفعل النظام وبموافقة أو بقبول دولي على هذه الكارثة وبالتالي لا يمكن إلا أن تقبل الجهات الدولية بتأمين المساكن النهائية للأهالي في المناطق التي هجروا إليها ومساعدتهم على بناء حياة جديدة من خلال تأمين فرص العمل وتأمين المنح المستدامة ومشاريع التنمية التي يمكن أن تدير عجلة الحياة مرة أخرى ويعود السوريين لتأمين الكسر نعم وفي ذلك كل ما تحدثنا عنه سيد عبدالوهاب عاصي هل هناك أفق لإيجاد حلول تؤدي إلى انفراج على الصعيد الإنساني في العام المقبل برأيك باختصار لو سمعت مع الأسف مع الأسف لا توجد أي بوادر لحل عقدة الملف الإنساني في سوريا على مستوى كورونا تحديداً المجتمع الدولي ما زال يتنبأ بالأسوأ ليس فيها الأفضل وبالتالي النفقات الخارجية ستبقى محدودة أو ستبقى عملية التخفيض لهذه النفقات روسيا تدفع باتجاه إغلاق حتى معبر باب الهو وهذه مشكلة كبيرة وهذه أزمة كبيرة ربما أزمة أخلاقية قبل أن تكون إنسانية المجتمع الدولي نعم أشكرك عبدالوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات كنت معنا من غازي عنتاب شكراً جزيلاً لك وأيضاً أشكر عضو مجلس إدارة الدفاع المدني عمار سلمو كان معنا من عزاز وجزيلاً شكر أيضاً لفؤاد السيد عيسى عضو مجلس أمناء منظمة بنفسج كان معنا من أنطاكيا وشكر موصول لكم مشاهدين على طيبة المتابعة دمتم بأل في خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر